أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الإعدادي السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته اليوم تكملة للدرس الماضي احنا بالفصل السادس تكملة حل تمارين ستة واحد صفحة 114 الدرس الثالث خلنشوف هذا السؤال طبعا هذا السؤال سابق وقتا شلون؟ رح أقول لك ليش إذا كانت A, B, C ثلاث رؤوس من متوازي الأضلع أكو متوازي أضلع بالموضوع أكو بالموضوع متوازي أضلع هذا متوازي أضلع شوف وش قلنا؟ A, B, C, D أوكي إذا كانت A, B, C, D A, B, C, D شوف أشعر نكتب؟ A عندي سالب 2 بخمسة والB ثلاثة بثلاثة والC سالب أربعة باثنين والD ما عرفه فاش رح يصير X و Y هو يريد جد إحداثي إحداثي يي النقطة إحداثي يعني X و Y أدنا X و Y مجهولة هنا لو تحاول تحلها بالطرق التقليدية الأدنا إيجاد هذه نقول أستاذ إي نفسه A, B يساوي D, C نعم صحيح و B, C هذا من خواص متوازي الأضلع يساوي إي دي نعم بس رح يطلع لك مشكلة بالمعادلات مجهولة المعادلتين وبيهتر بيع بها مشاكل فرح نطلع الموضوع الوراء هي هذا مشكلة هذا السؤال حتى نحله نطلع الموضوع اللي وراء بس رح اكتبها كملاحظة أولا شنو ميزة متوازي الأضلع ملاحظة واحد شوف ملاحظة واحد رح نكتبها هذا الحال ملاحظة واحد إن قطر متوازي الأضلع متناصفان قطرة شوف قطرة متوازي الأضلع متناصفان يعني واحد ينصف الآخر هذه أول ملاحظة إذن هذه النقطة رح تكون هي نقطة منتصف بين هذا شوف نقطة منتصف على هذا المستقيم وهذه أيضا هي نقطة منتصف بس هنا ما واضحة بالرسم عندك لأنه ما ضبط الرسم لدينا هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا المهم هذه هي نقطة المنتصف أوكي هاي ملاحظة واحد ملاحظة اثنين ملاحظة اثنين هي هذا سابقة أوان نقطة المنتصف شون نوجدها نقطة المنتصف بين أي نقطين أي نقطين يعني نقطة المنتصف بين أي نقطتين شة تساوي للسهولة مجموعة السينات على اثنين فاصلة مو هي نقطة إذن فاصلة X, Y مجموعة الأكسات على اثنين ومجموعة الصادات على اثنين مجموعة السينات على اثنين ومجموء الصادات على اثنين بهذا الشكل إذن هذه هي نقطة المنتصف رح نطلع نقطة المنتصف بين A و C هي نفسها نقطة المنتصف للB والD عن طريق هذه الفكرة رح نوجد ال-X وال-Y أعيد الفكرة أن هذه نقطة المنتصف هي نفسها لل-A بين ال-A وال-C ونفسها بين ال-B والD شون رح تنفذ هاي الفكرة ستاك؟ تعالوا خلنشوف خلنطلع نقطة المنتصف أول وباللون الأزرق نقطة المنتصف بين أثنين هاي باللون الأزرق أريدها بين A و C اللي بيها أرقام موجودة نقطة إذن نقطة المنتصف بين ال-A وال-C بين ال-A والنقطة C شا الساوي إنا؟ قانون شا يقول مجموء السينات سالب اثنين وناقص أربعة سالب اثنين وناقص أربعة على اثنين ومجموء الصادات خمسة ناقصاً اثنين على اثنين بهذا الشكل إذن هذه فارزة مو ناقص هذه فارزة إذن خمسة شوف سالب اثنين ناقص أربعة على اثنين وخمسة ناقصاً اثنين خمسة مجموء أفواً خمسة زائدة احنا قلنا مجموء قلنا مجموء السينات لاحظ مجموء السينات سالب اثنين وناقص أربعة على اثنين وخمسة زائدة اثنين على اثنين وتساوي سالب اثنين وسالب أربعة سالب ستة على اثنين وهنا 7 على 2 إذن النقطة عبارة عن سالب 3 و 7 على 2 وجدنا نقطة المنتصف هذه هذه نقطة المنتصف اللي اسمها سالب 3 و 7 على 2 وجدنا نقطة المنتصف هذه هي نفسها نقطة المنتصف بين D و B هنجد نقطة المنتصف شوف باللون الأزرق لنبعدني نفسها نقطة المنتصف بين ال بين ال B و D بين ال B و D نجيبها هنا شوي هتتكون واضحة نعم بين ال B هذي ال B و D شا تقول نقطة المنتصف مجموعة السينات X زائد 3 على 2 و مجموعة الصادات Y زائد 3 على 2 بهذا الشكل مجموعة السينات X زائد هسه نجي نقطة المنتصف هذه نفسها نقطة المنتصف هذه وهو ده يقول هسه نقطة المنتصف وجدناها الثانية شا اسمها هي نفس نقطة المنتصف بس طلعناها هنا بدلالة أخرى X زائد 3 على 2 Y زائد 3 على 2 هاي نفسها هذي يعني إذن X زائد 3 على 2 والY زائد 3 على 2 هي نفس النقطة التي سالب 3 والسبعة على 2 إذن هذا نفس هذا وهذا نفس هذا X إذن نفس X ساوت المساقط الساوي هذا المساقط يساوي هذا المساقط X يساوي X Y نفس Y يعني إذن إذن X زائد 3 على 2 شي ساوي سالب 3 وسطين في الطرفين إذن X زائد 3 تساوي سالب 3 في 2 سالب 6 أنقل 3 للطرف الآخر إذن X تساوي سالب 6 وناقص 3 ويساوي سالب 9 هذا X و إهنا Y وهذا أيضا يساوي هذا Y زائد 3 على 2 تساوي 7 على 2 بالرياضيات يصير لأن أبرو في 2 عدوك الخطير المقام أو دائما دائما إذا دولا من الساوين تقدر تختصرهم يروح إذن Y زائد 3 شي ساوي 7 أنقل 3 للطرف الآخر إذن Y تساوي 7 ناقص 3 ويساوي 7 ناقص 3 4 طلعنا Y إذن النقطة D طلعت D شنية النقطة D اللي ريدها طلعنا X وطلعنا Y X سالب 9 والY 4 بهذا الشكل وجدنا قيمة D إذن هذا السؤال يعتمد على هذه الملاحظة الملاحظة الأولى أن قطرة المتوازن أضلى متناصفة 1 نصف آخر إذن هذه نقطة الملاحظة الثانية شون نطلع نقطة المنتصف مجموعة السينات نقصهم على 2 نقصهم على 2 ومجموعة الصادات على 2 وجدناهم ووجدنا هذه أيضا مجموعة السينات وهذه نفس هذا وهذا نفس هذا وكونا معادلتين وحلينا وطلعنا X Y بهذا الشكل هذا أسهل لك من طريقة أنه تأخذ المعادلتين سويها بالخياسات بالأطوال صد جدا معقدة وأنتقل للسؤال هو مثلث متساوي الساقين متساوي ساقين هذا الساق يساوي هذا الساق A B C رح أجد هذا وأجد هذا أشوفهم هل متساوي هذا A B تساوي الأي جديد عندي 2 وال3 والB سالب 1 وسالب 1 والC 3 وسالب 4 رح أجد المسافة أولا نجد المسافة بين الأي والB الأي B ويساوي تحت الجذر فرق السينات تربيع 2 ناقص ناقص 1 2 ناقص سالب 1 الكل تربيع زائدا فرق الصادات 3 ناقص ناقص 1 3 ناقص سالب 1 الكل تربيع ويساوي تحت الجذر سالب في السالب موجة 3 1 2 1 3 تربيع 9 السالب في السالب موجة 3 1 4 تربيع 16 16 ويساوي جذر 25 ويساوي 5 وجدنا المسافة بين A و B ولنجد A و C من اسمه متساوي الساقين ساقين نجد A و C وتساوي تحت الجذر نفس الشيء فرق السينات تربيع 2 ناقص 3 الكل تربيع زائدا فرق الصادات 3 ناقص ناقص 4 الكل تربيع ويساوي 2 ناقص 1 سالب 1 تربيع 1 سالب في السالب موجة صير 3 زائد 4 عندنا بهذا الشكل شوفها 3 ناقص ناقص 4 وهذه هي النقاط اللي عندي 2 ناقص 3 نعم 3 ناقص في الناقص موجب 7 تربيع 49 وتساوي 49 وتساوي تحت الجذر 50 استاذ تساويها لا ما تساويها زيني جوز هذا خلنا أخذ هذا الساقي ساوي هذا الساقي ما أعرف يا ساقي أي ساقي هسا احنا وجدنا هذا ما ساوى لهذا بس يجوز هذا يساوي هذا أسا هذا ما يساوي هذا انتهي وهذا ما يساوي نمية هذا خلي نشوف هذا البي والس لنجد البي والس البي أي اثنين ما ساوين يطلع متساوي الساقي تحت الجذر فرق السي ناقص ناقص واحد ثلاثة ناقص سالب واحد الكل تربيع زايدا سالب أربعة ناقص ناقص واحد سالب أربعة ناقص سالب واحد الكل تربيع ويساوي ثلاثة سالب في السالب موجب ثلاثة واحد أربعة تربيع ستبعش زايدا سالب سالب في السالب موجب سالب أربعة واحد ثلاثة سالب ثلاثة تربيع تسعة وتساوي جذر الخمسة وعشرين ويساوي خمسة إذن إش أثبتنا من هذا كله من هذا كله إش ثبتنا إن الأي شوف الأي بي وين صير الأي بي هذا هو الأي بي شي يساوي إنه يساوي البي سي هذا إذن هذا بلح يساوي هذا بلح إذن إذن أي بي يساوي لي بي سي إذن المثلث متساوي الساقين بي ساقين متساوي أو الثالث هذا ما يساويهم بهذا الشكل انتبه نجي إلى السؤال الأخير السؤال السبعة يقول أثبت أن النقط ما أخذيه هذا السؤال مثل ما وجود بالأمثلة شو راح نجد مثلا خلينا نسمي هذه أي الأي هي سالب ثلاثة وسالب أربعة والبي تساوي ستة وثمانية والسي تساوي صفر وصفر لازم نجد راح نطلع المسافة بين كل اثنين نلقى اثنين من أدهم تساوي يعني راح نطلع المسافة بين اي عليه و بي شوف youtube اي و بي باللون الأحمر ونطلق المسافة بين بي والسي باللون الأزرق ونطلق المسافة بين باللون هذا اللون ونطلع المسافة بين اي والسي ونشوف كل اثنين تجمعهم مو كل اثنين اكو اثنين تجمعهم يطلع الثالث اذا طلع هذا الموضوع فتكون على استقامة واحدة بهذا الشكل يعني رح نجد المسافة شوف الطريقة بدلون الاخمر قلنا ال A وال B ويساوي تحت الجذر فرق السينات تربيع سالب ثلاثة ناقص ستة لكل تربيع زائدا سالب أربعة ناقص ثمانية لكل تربيع ويساوي تحت الجذر سالب ثلاثة وسالب ستة سالب تسعة تربيع واحد وثمانية زائد سالب أربعة وسالب ثمانية سالب اثمعش تربيع مية وأربعة وأربعين وتساوي تحت الجذر واحد وأربعة خمسة أربعة وثمانية اثمعش ميتين وخمسة وعشرين ويساوي جذر الـ 25 وـ 25 رح نجد باللون الأزرق الآن المسافة بين الـ B وـ C هاي إذا قل لك على استقامة واحدة أو يقع على مستقيم واحد نفس الكلمة تحت الجذر أما يقول لك على استقامة واحدة أو على مستقيم واحد هسا أجد اللون الأحمر الـ A وجدنا باللون الأحمر الـ A والـ B باللون الأحمر عفوا باللون الأزرق الـ B والـ C 6 ناقصاً صفر الكل تربيع مجموعة فرق السينات زائداً فرق صادات 8 ناقصاً صفر الكل تربيع ويساوي تحت الجذر 6 ناقص صفر 6 تربيع 36 زائداً 8 ناقص صفر 8 تربيع 64 وتساوي جذر 100 ويساوي 10 هذا كان باللون الأزرق زين عندي بعد اللون آخر هذا اللون هذا اللون برتقالي أو شسمه رح يصير A-C A-C شي ساوي نفس الشي فرق السينات تربيع تحت الجذر فرق السينات تربيع سالب 3 ناقصاً صفر الكل تربيع زائداً سالب 4 ناقص صفر الكل تربيع ناقص صفر مو تحطها فاصلة كل تربيع شي ساوي تحت الجذر شوف ركز بدنا نوصل للمرحلة الأخيرة سالب 3 ناقص صفر سالب 3 تربيع 9 زائداً سالب 4 هنانا 5 سالب 4 سالب 4 تربيع 16 ويساوي جذر 25 شي ساوي 5 هل تشعر شوف مجرد شعور كل أكو ثنين نجمعهم يساوي ثالث نعم الخمسة والعشرة يساوي 15 شوف هذول أجمعهم شي ساوي 15 إذا صارت إذا أكوهيت شي يعني على استقامة واحدة يعني بما إن شوف رح نجمع هذا وهذا الأي سي زائداً البي سي بلج ما حمش يساوي أي سي زائداً الأي سي جديد عندي خمسة زائداً البي سي جديد عندي عشرة شي تساوي وتساوي 15 إذن الأي سي زائداً البي سي يساوي الاب إذن النقاط إذن النقاط عندك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر